قال الناطق باسم الخارجية الليبية محمد القبلاوي للتلفزيون العربي إن حكومة الوفاق متشبثة بدعم الحل السياسي في ليبيا لكنها لن تقبل بالجلوس مع خليفة حفتر تصريحات القبلاوي جاءت بعيدة إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة لحل الأزمة الليبية تتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق النار بدءا من الثامن من الشهر الجاري وقال السيسي في مؤتمر صحفي جمعه باللواء المتقاعد خليفة حفتر ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح إن المبادرة تأتي وفق مقررات الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية أود أن أشير إلى أن هذه المبادرة تدعو لاحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية والأممية من خلال إعلان وقف إطلاق النار اعتبارا من ساعة 600 يوم 8 ستة 2020 وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد من جهته قال اللواء المتقاعد خليفة حفتر أن التدخل التركي في ليبيا يؤجج لانقسام مضيفا أن تركيا تسعى إلى محاصرة ليبيا ومصر على حد تعبيره إن التدخل التركي في الصراع الليبي من شأنه أن يعزز من حالة الاستقطاب الداخلي في ظل إمداد حكومة الوفاق غير الدستورية بمزيد من الأسلحة والمرتزقة كما أن ذلك من شأنه أن يزيد من حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي حول ليبيا خاصة في ظل تباين المصالح بين أغلب الدول المنخرطة في هذا الصراع وفي السياق دفسه أوضح عقيلة صالح رئيس برلمان طبرق إن المبادرة المصرية تنص على تعيين رئيس ونائبين للرئيس ورئيس الحكومة لفترة انتقالية تمتد سنة ونصف السنة ميدانيا أعلنت قوات حكومة الوفاق سيطرتها على منطقة بويرات الحسون شرقي العاصمة طرابلس بعد حسمها منطقة الوشكة وكانت قوات الوفاق أطلقت عملية دروب النصر لاستعادة مدينة سيرت وسط ليبيا وقاعدة الجفر الجوية وذلك بعد أحكام سيطرتها على معظم المناطق الغربية في البلاد من قبضة قوات حفتر وكان المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري قد قال إن ضغوطا دولية كبيرة مرست على قواته للعودة إلى طاولة التفاوض السياسي وأشار المسماري أيضا إلى تلقي القوات مطالبة دولية بالتراجع 60 كيلو متر عن حدود العاصمة طرابلس هناك ضغوط دولية واتصالات مستمرة وتوصيات من دول كبرى ولم المتحدة كذلك من بحثة سواء من حيث المتحدة سواء من دول أخرى مثل اجتماع برغليم مثل هذه المعطيات كلها كونت له بضغط كبير جدا على القيادة العامة والقوات المسلحة العربية الليبية بضرورة الرجوع إلى الحوار العسكري الخمسة زي الخمسة يعني خمس ضباط من القيادة العامة وخمس أفراد من الجهة الأخرى والتيجة لهذه الضغط كانت هناك ترتبات أخرى وهي لوقف اطلاق النار وضغط علينا كثيرا ليرجع طواتنا لمسافة 60 كم من حول سرابرس وينضم إلينا من مصرات سامي الأطرش رئيس المكتب السياسي لتجمع الثوار 17 فبراير أهلا بك سيد سامي بداية حكومة الوفاق قابلة بالحل السياسي تسعى إلى الحل السياسي ولكن دون وجود حفتر بل تتوعده بالمحاكمة أيضا على الطرف المقابل اليوم استمعت إلى أعلان القاهرة يبدو أنهم ماضون تماما في دعم حفتر كيف هو شكل المسار السياسي الذي مقبل عليه البلاد بحفتر أم بدونه على أي تسوية يمكن أن تتم ذلك نعم تحية نعم تحية لحضرتك ولمشاهديك وظيوفك الحقيقة هناك تناقض كبير جدا بين الموقفين نحن كحكومة وفاق وكمعسكرة الديمقراطية والدولة المدنية في المنطقة الغربية الحقيقة نرغب في أن ننهي النزاع الليبي الليبي ولكن بما حدث منذ 2014 من العسكر وإصرارهم على الوصول للسلطة بالقوة بالتأكيد هذا أصبح خلل وهذا الخلل تطور إلى أن يشكل الآن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم ضد حقوق الإنسان وبالتالي الآن لا يوجد شريك على المسرح السياسي إلى أن يتم الحقيقة استئصال هذا السرطان من الجسم الليبي وها نحن نتقدم الآن من ترهونة إلى بنيوليد في وسط الدولة إلى أيضا سرط بإذن الله خلال الساعات القادمة سيعلن على تحريرها إذن نحن لا بد لنا كي تبسط حكومة وفاق سيطرتها أولا على كف التراب الوطن ما زلنا نحتاج إلى بعض الوقت وبعدها لكل حادث حديث يمكننا الحوار مع الأطراف الليبية التي تؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية أما قبل ذلك فهو ضرب من العبث ومن الخيال إذن على كلامك فإن الخارطة العسكرية هي سيدة الموقفة وبالتالي هل أفهم منك أن قوات الوفاق تحارب من أجل أن تفوز تماما بالأرض الليبية أم من أجل التفاوض يعني من كلامك نفهم أنه لا مجال للتفاوض قبل أن تحرر كامل الأرض الليبية هل هي قادرة على ذلك نعم بالتأكيد هذا موضوع آخر ولكن نحن لا يوجد شريك على طاولة المفاوضات يؤمن بالمبادئ وثوابت لثورة 17 فبراير وإلى الاتفاق السياسي اللي هو يحكم ويعتبر مظلة أي حوار مستقبلي فيه مبادئ حاكمة 32 مبدأ حاكم تصب في مفاهيم وقلب الديمقراطية وبالتالي طالما هذا الشريك مصر على أن القوة والانقلاب والتمرد والغزو بقوة استلاح خارج الشرعية خارج العلاد الدستوري خارج الاتفاق السياسي خارج القوانين والمعاهدات الدولية إذن لا يوجد الحقيقة مكان لمثل هؤلاء إلا المحكمة الدولية يعني المحكمة الجنائية الدولية فهؤلاء يعني لا يمكن أن نعتبرهم ممثلين للشرق الليبي أو لباقي أبناء الشعب الليبي طيب وماذا عن الخارج العسكرية هل فعلا قوات الوفاق قادرة اليوم على إكمال عملياتها العسكرية والحفاظ على المكاسب التي حققتها في الأيام الماضية لتحقيق قوتها السياسية التي ترغب بها لاحقا نعم يعني هذه الطغمة الفاسدة الآن قابق أو سين أو أبنى ويتحرك الشرق الليبي لينتفض على جلاديه وعلى الإنقلابيين من العسكر وسيلتقي الجميع بعدها على أرض ليبيا الحرة ليبيا الديمقراطية ليبيا المدنية إذن المعركة هي بين الشعب الليبي الحر وبين طغمة من العسكر أرادوا الحقيقة بالسياسة الأمر الواقع والقوة والتحالفات وأيضا يعني كافة هؤلاء المرتزقة والتدخلات العربية والدولية لانتزاع حق الشعب الليبي في أن يعيش حرا في دولة مدنية ديمقراطية كما أردناها وليس كما يريدها الغير وبالتالي نعم شكرا لك جزيلا سامي الأطرش رئيس المكتب السياسي لتجمع الثوار 17 فباير من مصر شكرا لك وننوه مشاهدينا إلى أن تطورات المشهد الليبي ميدانيا وسياسيا ستكون موضوع للخبر بقية الذي سيأتيكم على رأس الساعة مع فرح البرقاوي شكرا لك